الكتاب المخدس يقول عنه داود النبي نموس الرب كامل يعني بلا عيب يرد النفوس يعني معصوم من الخطأ ويطالبنا بحياة الكمال الكتاب المخدس بالنسبة لنا زي مرآة مراية تشوف فيها نفسك تقرأ كده تقرأ الكتاب المخدس تحس ان دي رسالة جاية ليك من عند ربنا يقول ايه قيل لكم لا تزني وانا اقول لكم من ينظر الى امرأة اليشتائية فقد زنبها في قلبه اقول لواحد فيه خطايا من الكبائر يقول لك لا 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 الحمد لله انا لا بأتر ولا بأتر ولا بأتر ولا كلمة يجي يقرأ الكتاب المخدس يقول لينظر نظرة سواء في النت او على الواقع الى امرأة اليشتائية فالكتاب المخدس بيدعونا للكمال يقول لك ما هو بداية الزنة النظرة الشهوانية فهو بيعالج الدقمة من الجدر بتاعه من جزوره يعالج الخطيئة من جزورها فانا موسى الرب كامل يرد النفوس يقول لنا كده معلمنا بولس كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون انسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح يبقى ايه اللي بيقضني للكمال الكتاب المقدس ناموس الرب كامل يرد النفوس يرد النفوس القديس يوحن زهبي الفم يقول لنا نستطيع النقيص نمونا في النعمة بمقدار محبتنا للكتاب المقدس فالكتاب المقدس يعني يعالج اي مرض روحي في الانسان يقول لنا القديس يوحن زهبي الفم المقولة لها أقولها لكم وهفصرها لكم يقول حينما أرى شدة رغبتكم وإسرعكم بالمجيء إلى هنا كان بيعمل اجتماع درس الكتاب فبيقول للشعب بتاعه حينما أرى شدة رغبتكم وإسرعكم بالمجيء إلى هنا لكي تسمعوا التعليم المقدس أشاهد حرارة شهوتكم واستيقكم إلى الخبز الروحي الذي هو كلام الله يتضح لي من ذلك نموكم في الفضيلة لأنه كما نحكم على الجسد أنه حاصل على حال الصحة حينما نراه يتناول الأطعمة بشهية وتلزز هكذا جعكم لكلام الله يوضح لنا جلياً حسن استعداد أنفسكم وصحتها الكاملة روحياً يعني يعني يقول الإنسان اللي صحته الجسدية كويسة تبقى نفسه مفتوحة يأكل بشهية ويأكل يبقى نفسه عايز يأكل لأن الصحية مظبوط لو أي فيه ترابلز في الجهاز الهضمي المدام تقول لك تاكل تقول لها ما ليش نفس طب كل كذا برضو ما ليش نفس واخدين بالكم فأي حاد عنده علة صحية في الجسد أو متقلم جسدياً يبقى مالوش نفس للأكل إنما الإنسان اللي جوعان إلى الطعام ومش تأكل أعلم أن ده صحته كويسة مفهوش علة فهكذا بالنسبة للروحيات الإنسان اللي روحياً تمام صحته الروحية كويسة يبقى عايز يحضر كل اجتماعات الكنيسة يبقى عايز يحضر قدس كل يوم يبقى عايز يقعد في البيت يقرأ الكتاب المقدس فهو كان بيمتدح الشعب بتاعه يقول لهم كل ما شوفكم جايين الاجتماع أعرف أن أنتوا صحتكم الروحية كويسة ليكم نفس ليكم شهية تسمعوا كلمة ربنا نموس الرب كامل يرد النفوس يرد النفوس الخديس أغسطينوس كلكم عارفين أنه كان عايز في الخطيئة عايز في الخطيئة مش كده وبس ده يعني التاريخ يقول أن كان له ابن ابن غير شرعي عارفين يعني إيه هذا الإنسان اللي كان عايز في الخطيئة وكان زعيم عصابة وكانوا يسرقوا البيوت نزل يسرق جلا ويكسر في التفاح اللي جواها وبعدين تقوم عن صفة ترابية يلاقي فيها ورقة كده صفحة طيرة في السك الصفحة دي يقرأ الصفحة دي يلاقيها بتتكلم عن الأنب انطونيوس الآية اللي بتقول أن الأنب انطونيوس لما سمع الآية إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل ما لك وتعالد بعني والكتاب المطبوع الصفحة المطبوعة دي بيعلق أن الأنب انطونيوس ترك تلتمية فدان من أجل محبته للمسيح قالي هذا المصيبة اللي أنا فيها ايه الناس دي ابتدى الروح الخدس يقنبه روح ربنا يبكته هذه الكلمات اللي أراها بصفحة طيرة هي اللي أرشدته وقضته يرد النفوس ردت نفسه من أقصى الخطيئة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين فنموس الرب كامل يرد النفوس ربنا لما أكلف أرمية أن يروح يكلم ملك الشعب الله يقول له أنا سقيل الفم واللسان يقول له أليس كلمتها كذا كنار كمترقة يحطم الصخر كلام ربنا كلام ناري يحطم الصخر كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف زي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والعظام والمخاخ ومميزة الأفكار القلب ونياته كلمة الرب نموس الرب يعني كلمة الرب كامل يرد النفوس